الحمد لله رب العالمين اسلامية المحافظة على الصلوات هذا عنوان جانبي على الحديث الذي سأقرأه عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه أحمد والترمذي والنسأي وابن ماجا وما رواه بريدة هنا هو كحديث جابر الذي تقدم فالمعنى واحد والتعبير مختلف فقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة معناه أن المعاهدة معهم قائمة إذا كانوا مصلين فهم يعتبرون مسلمين أما إذا تركوا الصلاة فهم يعتبرون كفارا أي أن من يدخل الإسلام لابد أن يصل وتارك الصلاة منافق ظاهر النفاق وهو الكافر قال القاضي الضمير الغائب للمنافقين شبه الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه والمعنى أن العمدة في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلاتهم ولزوم جماعتهم وانقيادهم للأحكام الظاهرة فإذا تركوا ذلك كانوا هم والكفار سواء وقالت تربشتي ويؤجد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل المنافقين قال ألا إني نهيت عن قتل المصلين قلت الظاهر أن الضمير عام في من تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام سواء كان منافقا أم لا ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء في آخر أحاديث الباب لا تترك الصلاة متعمدا فمن تركها فقد برئت منه الذم قال السند في حاشية النسئ قوله إن العهد أي العمل الذي أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق من المسلمين كيف وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الصلوات وذلك من عهد الله تعالى الذي بيننا وبينهم أي الذي يفرق بين المسلمين والكافرين ولذلك جاء التصريح في سورة البراءة بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتبوا الزكاة فإخوانكم في الدين ومعنى ذلك أن من لا يأتي الصلاة من لا يصلي من يترك الصلاة ليس أخا لي مسلما ليس هو من الإخوان المسلمين فلابد أن يكون هو مصليا والصلاة عبارة عن العبادات البدنية يعني لا يراد بذلك أن من يترك الصوم يخلى سبيله وأن من يترك الزكاة يترك الأمر هكذا فقد صرح القرآن بالزكاة أيضا ولا شك أن الزكاة عبارة عن العبادات المالية فقد ذكرت الصلاة وذكرت الزكاة لا لأجل أنهما أفردة بهذا الحكم بل هذا الحكم هو حكم الحج أيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه أن من ملك زادا وراحلا فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فإذا كل فريضة هي فريضة قطعية ولابد أن يأتيها المسلم فإذا ترك فريضة فمعنى ذلك أنه خرج عن دين الله تبارك وتعالى يعني عن طاعة الله تبارك وتعالى عن عبادة الله عز وجل والمسلم هو المستسلم لله ليس المسلم الذي يقول باللسان ما يخالفه بالأركان وعنى عبد الله بن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني علشت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فقض في ما شئت فقال عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك قال ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الآية الكريمة وأقم الصلاة ترفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس كافة رواه مسلم هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود هو نفس ما ورد في الفصل الأول عن أنس رضي الله تعالى عنه بل ورد عنه أيضا وعن أنس رضي الله تعالى عنه واختلاف التعبيرات والقصة واحدة يفيد أن الصحابة ومن جاء بعدهم كثيرا ما يرضون الحديث بالمعنى ولا يرون الالتزام بالألفاظ المعينة وهذه الروايات لا تنقل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا طرفا منها وهو مثلا قوله أليس قد صليت معنا هذا ما تقدم في الرواية السابقة أو أنه تلا عليه هذه الآية الكريمة فمنهم من ذكر سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ومنهم من ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا واتلاوته هذه الآية الكريمة عليه فظاهر أن منهم من حذف شيئا ومنهم من زاد شيئا فمنه من أراد أن يجمع نقاط الحديث ومنهم من اكتفى ببعض ما ورد في الحديث وعلى كل حال كل ما يريد في الحديث في طريق ما من الطرق ينبغي أن تجمع الطرق معه حتى يمكن المقارنة بين الأحاديث واستخلاص النتيجة الصحيحة واستنباط الحكم الصحيح وقد ورد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان أصاب من امرأة قبلة أو أنه قال إني أصبت حدا كما ورد في حديث أو أنه قال إني أصبت منها ما دون أن أمسها كلها تعبيرات مختلفة والقصة واحدة والمراد بالمس هنا من دون أن أمسها أي المراد بالمس المباشرة فهذه ألفاظ الرواة سواء كانت من ابن مسعود نفسه عندما كان يذكر هذه القصة ينبع التعبير أو من الرواة عن ابن مسعود هم تصرفوا في الألفاظ وجاءوا بهذه التعابير المتنبعة فيمكن هذا ويمكن ذاك وعلى الفقيه أن يبحث في مضمون الحديث وأن لا يتعلق بكل لفظة وبكل حرف بل ينظر في مجموع الأحاديث ثم بعد ذلك يستنبط الحكم الذي يستفاد من الأحاديث وعلى كل حال هذا ما يحتاج إليه الدارس الفاحص والباحص والفقيه في النظر في الأحاديث وأن لا يكتفى بحديث دون أحاديث أو بحديث دون حديث وأن لا يتعلق بكل حرف وبكل لفظة فهذا التعمق ليس صحيح وليس مطلوب إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ميز بين حرف وحرف أو لفظ ولفظ في حديث سابت عنه مرفوع هناك الحكم يختلف في ذلك وأكتفي بهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين